رولتنا الاقتصادية بقطع السكن حيث وقف المدير العام للوكالة الوطنية لتحصيل السكن وتطويره محمد طارق بالعريب خلال زيارة قدته إلى الولايات سيدب العباس على مدى تقدم شريع صيغة البيع بالإيجار بالولاية الزيارة شملت أيضا الأحياء السكنية التابعة لوكالة عدل وشدد المسؤول الأول عن الوكالة على رفع كل العراقيل التي تواجه تقدم الأشغال بورشة الانجاز كما أعطى توجهات صارمة للدفع بوتيرة الأشغال مع ألزام فرع التسيير العقاري بالشروع في حملة تنظيف للأحياء أو أحياء عدل بالإضافة لجملة من القرارات كاستدراك جميع النقائص المسجلة في المشاريع المبرمجة للتسليم مقابل ضرورة العمل بالنظام المناوبة بهدف إنهاء الأشغال في الأجال المحددة واحترم كذلك معايير الجودة والنوعية في بناء السكنات وإلزام مكاتب الدراسات ورؤساء المشاريع وشركات الانجاز بتقديم مخطط عملا يوضع تقدم الأشغال ترجمة نانسي قنقر